أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن بلاده تعد استفتاء قليم كردستان بحكم غير الموجود مبينا أن تركيا تواصل تنسيقها مع بغداد وطهران للخروج بموقف موحد وأن اجتماعا بهذا الصدد سيعقد قريبا لبحث تداعيات الاستفتاء إن إدارة شمال العراق نظمت استفتاء غير شرعي وإننا في تركيا نتابع التطورات هناك الاستفتاء لا يقوم على أي قانون ويعارضه كل العالم إن إدارة شمال العراق استغلت حرب الحكومة ضد داعش لتنفيذ هذه المغامرة التي تنتهك الدستور العراقي ونحن نعتبر هذا الاستفتاء في حكم غير الموجود لقد فقدوا صداقتهم مع تركيا وإيران ولن يستفيدوا من هذا الخطأ الوخيم ونحن لن نتعامل إلا مع الحكومة المركزية العراقية يلدرم وخلال كلمة في البرلمان التركي قال إن حكومة الاقليم تتحمل المسؤولية الكاملة لتبعات هذا الاستفتاء أريد أن أؤكد أن التدابير التي اتخذناها إزاء إدارة شمال العراق لا تستهدف السكان من العرب والأكراد والتركمان وغيرهم هناك نحن لا نهدف إلى إلغاء المكتسبات التي حققها الكرد لكن من حطمها هم إدارة شمال العراق نفسها اشتركوا في القناة